ردا على حناجر المتظاهرين في المحافظات الجنوبية التي تصدح منذ عدة أيام بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لشبابها فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في بغداد وزادت من دورياتها وحواجزها الأمنية خشية انتقال الاحتجاجات إليها وتظاهر العشرات من المواطنين وسط كربلا وأقدموا على قطع شارع الرئيسي وسط المحافظة وصب المتظاهرون جام غضبهم على الأحزاب الشيعية المتنفذة في حكم العراق منذ سقوط النظام السابق 2003 إذ ثم إحراقوا مقرات ومكاتب عدد من هذه الأحزاب والفصائل داخل المدن المحتجة مرددين هتافات وشعارات تندد بدور إيران في العراق وبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة مؤخرا لحماية السجون في البصرة وذيقار إثر مخاوف من اقتحامها من قبل المتظاهرين الغاضبين وإطلاق السجناء ما قد يتسبب بحالة من الفوضى وفي خضم هذه الاحتجاجات أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا عاجلا بشأن ضباط الجيش والشرطة حيث أمر بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية مستحقي الترقية لجدول تموز من ناحية أخرى وبعد تمدد التظاهرات في عدة مناطق بالعراق وجه العبادي دعوة إلى القوات الأمنية للمساهمة في دعم حملة البناء والعمار فيحتاجنا عمل أمني وعمل استخباري من أجل ملاحقة كل خلايا الأرهاب في العراق وقال العبادي في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي من حق الشعب أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسئين محاولات لاستخدام المظاهرات السلمية لحق للناس وحق للمواطنين أن يطالبون بمطالب حقه من الخدمات والأمور الأخرى وفي سياق منفصل أكد مصدر مطلع عن توقيف قائد عملية نينة والسابق مهدي الغراوي على ذمة التحقيق بشأن قضية السقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 وكانت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش تناقلتها وسائل إعلام العام الماضي تفيد بصدور حكم بالإعدام رميا بالرصاص بحق الغراوي تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي شكرا